أهلا بحضركم جديد في البداية برحب بضيفي الكابتن محمد مجدي حمزة لعب دافع الجلة لمن نادي الأهلي ومنتخب مصر وطبعا اللي هشارك في الامبياد توكيو 2020 القادمة أهلا بك يا كابتن أهلا بك ومنورنا ومنور قناة النادي الأهلي الله خليه بنورك الله خليه كابتن كابتن محمد احنا عملنا تقرير عنك كده يمكن الجمهور يعرفك أكتر خلينا نشوفك التقرير ده وارجع لك تاني أعزائي المشاهدين جهزنا تقرير عن محمد مجدي حمزة خلينا نشوف وارجع لكم نجح محمد مجدي حمزة لاعب المنتخب الوطني لدفع الجلة ونجم النادي الأهلي لألعاب القوة في تصطير اسمه بأحرف من نور عقب صعوده لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية توكيو خلال الفترة من الثالث والعشرين من يوليو وحتى الثامن من أغسطس المقبلين وحصل حمزة على تذكرة الصعود للأولمبياد بعدما حقق الرقم التأهلي خلال مشاركته في بطولة القاهرة الكبرى والتي أقيمت بالمركز الأولمبي نهاية العام الماضي حيث سجل رقم قدره واحد وعشرون متر وتسعة وعشرون سنتيمتر وتنبأ جميع المتابعين لنجم الأهلي في ألعاب القوة وصوله للأولمبياد بعد المسيرة الحافلة التي قدمها خلال الأعوام الماضية حيث خصل النصر الألوي على العديد من الميداليات خلال مسيرته وكانت بدايته مع ذهبية البطولة الإفريقية الأولى للناشئين عام 2013 كما توجب ذهبية البطولة العربية الرابعة عشر للناشئين في نفس العام قبل أن يحصد برونزية بطولة العالم للناشئين عام 2013 بأوكرانيا واختتم العام الذهبي بحصده فضية البطولة الإفريقية للشباب بموريشوس ثم نجح في الحصول على فضية دورة الألعاب الإفريقية للكبار عام 2015 والتي أقيمت بالكونغو برازافيل ثم حصد ذهبية بطولة البحر المتوسط تحت ثلاث وعشرين سنة بتونس عام 2016 ثم التتويق بفضية البطولة الإفريقية للكبار عام 2018 بنيجيريا قبل أن يحل سابعاً في كأس العالم للقارات في نفس العام ثم نجح حمزة في حصد فضيتي البطولة العربية للكبار بنصر ودورة الألعاب الإفريقية بالمغرب عام 2019 ويأمل عشق ومتابعو القلعة الحمراء في منافسة محمد مجدي حمزة على ميدالية بالأولمبياد المقبلة تسعة عشر وخمسة وخفين سنتمترا محمد مجدي